السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة. النهاردة درسي البيولوجي. معكم مستر محمد سالم. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على الريبوداكشن. الفلاورينج بلانس طبعا عشان نعرف يعني إيه فلاورينج بلانس الأول. الفلاورينج هي دي عبارة عن جروب من السيد بلانس. السيدز ديفولوب ويد بري كارب. كلها أنا أعرفها بس ما بنكلمش عليها كتير. اللي هي الغلاف الثمري. غلاف الثمرة أو إشرة الثمرة. تمام؟ البيلانتز ديات اللي بتديني فلاور دي بنسميها أنجيو سبيرم. أنجيو سبيرم. تمام؟ ودي موجودة في كل الحابيتات حوالينا. والسايز بتاعها بيبقى من بلانتز لاندر. وبتبقى من سمول هيربس لجاينتز تريز. الفلاورينج بلانتز ديات بتبقى فيها سبشياليزد. أورجن فور ريبوداكشن. بنسميها الفلاور. أوكي؟ فأي بلانتز عشان نفرق ما بين البيلانتز بيبقى فيه عنده سيدز. والسيدز بتديني البيلانتز والبيلانتز بعد كده بيبقى يحصل له ميتشور. يديني الفلاور والفلاور بتتحول بعد كده لفروتز. فدي بنسميها فلاورينج بلانتز. أوكي؟ وده نوع من أنواع البلانتز اللي هي الانجيو سبير. بالنسبة للفلاور عشان نعرف أنا بتكلم على إيه النهاردة. بتكلم على الفلاور أز بيرا أو طويلة. أوكي؟ الفلاور تعتبر شورت ستم ليها أو شورت ستم منها. الفلاور تعتبر موديفايد لحاجة جديدة اسمها فلاور بارتز. فلورل بارتز. الفلورل بارتز اللي هي أجزاء الفلاور. أجزاء الفلاور. أوكي؟ يبقى أنا عندي الستيم في أي بلانتز نعرفين إنه فيه استيم. والاستيم بتبقى كاريز للليفز فيه برانشز بتطلع من الاستيم ديت. تمام؟ هذه الاستيم عنده هي. وديه الفيرست نود اللي بيطلع منها حاجة اسمها البرانش. تمام؟ البرانش دوت بيبقى فيه الليفز. وفيه بقى شورت ستم اللي هي بنسميها الفلاور ستوك ديت. وديت اللي طلع منها مين؟ الفلاور. والفلاور تعتبر متحورة تمام؟ اللي هي المتحورة لحاجة اسمها فلورل بارتز. ده الشكل الرئيسي بتاع الفلاور. طيب لو عايزين نبص كده في الرسمة معنا في حاجة اسمها ترمينال باد. تبقى موجودة فوق دي اللي بتسبب اللينت بتاع الاستيم. وفيه الاكسر باد دي اللي بتطلع لي البرانش الجديدة او بتطلع لي الليفز الجديدة. تمام؟ طيب لو جينا نتكلم على الفلاور نفسها. يبقى احنا كده عارفنا الفلاور هي الربوداتي في الفلاورينج بلانس. وتعتبر شورت ستم الليفز بتاعتها بتبقى موديفايد. الفلاور في منها حسب بتاعها او هناخد الاول الفلاور حسب بتاعها. في فلاور بيبقى عندها او او طبعا كلنا عارفين كلمة براكت اللي هي بتوين براكت يعني زي كسين كده تمام؟ فالبراكت هنا لو نلاحظ بيبقى لو حد فيه كشاف الفلاور العادية بيبقى فيه زي هنا جرين ليفز اوكي. ديت الستوك بتاعت الفلاور زي ما اتفقنا العنق بتاعتها. وده البركت اللي هي القسين او الليفز الجرين ليفز اللي بتبقى ضمى التو او ضمى الفلاور اللي احنا قلنا عليه. يبقى البركت دوت عبارة عن تو جرين ليفز سروند ده او ده ليفز اوكي. طيب لو فيه فبنسميها ويتبركت لو ما فيش براكت زي الصورة ديت كده هي. يبقى أبسنز تمام؟ طيب الفلاور بنقول دلوقتي لو أنا عندي الفلاور بتبقى موجودة على الستيم أو طلع طلع من الستيم ليها ستوك زي ما احنا شايفنا كده فدي بنسميها فلاور بيديكل يعني بيبقى ليها عنق تمام اما لو كانت الفلاور موجودة على الستيم زي ما احنا شايفنا كده دي بنسميها ده البراكت هنا والفلاور سيسل سيسل يعني ملهاش عنق تمام زي العنق بتاعتنا النك بتاعتنا كده لو ليها نك او ملهاش نك لو جينا نبص ده بالنسبة للفلاور ممكن تكون لها براكت او داود براكت زي ما اتفعل فالبراكت دوت لسا يالين انه هو عبارة عن أليف ذات فورم اتس اجزيل بتكون الاجزيل بتاحها او المحور بتاحها للفلاور عادة بيبقى جرين زي ما ارتلك وساعد بيختلف من بلانت للتاني تمام يبقى البرراكت دوت للساعدين دلوقتي انه هو ليف فورم اتس اجزيل اللي بيكون الاجزيل بتاعتها المحور بتاعتها وامرجز اندفاريز في الشيب والكولر من بلانت التاني ومعظمه او اكتر البرراكت بيبقى جرين اه and it may stocked زي ما اتفقنا او سيسل stock اه قلنا stock دايت اللي هي بتبقى لها nick زي ما اتفقنا او لها stock عنق ودي اه carried on a pedicle دا بنسميه flower pedicleate يعني في عنق لي تمام اه without nick داوت او without stock داوت بنسميه scicil scicil means not carried on a pedicle يعني ما فيش عنق ليها بالشكل اللي احنا شايفينه داوت اوكي ده بالنسبة للجزء الاولاني وهذه صورة بتوريني شكل البرراكت بتاعت الفلاور الورجين of the flowers may be the flowers اه لو جيت ابص على الورجين بتاعتها الاصل بتاحها او ال place بتاحها على ال stem فيه two types من shape of flower اوكي في عندي اه solatory axial تمام solatory axial اه دي بنسميها of stem زي اه نبات مثلا مشهور جدا وانتو عارفينه اسمه البتانيا بنشوفه كده عند الزهور كتير جدا نبات البتانيا اه فممكن يكون لها solatory axial ودي بتبقى اه موجودة اه في ال 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 هنقول في الجنب بتاع الفلاور يعني هنلاحز كده في بتاع البلانت هنلاحز كده ان البلانت بتبقى طلع من الجنب بتاعتها تمام في المقدمة بتاعت الستم من فوق زي الفلاور البيضة اللي قدامنا دي كده دي تعتبر موجودة عند الابيكل تمام عند الكمة بتاعتها فبنسميها سوليطري ابيكل يبقى الورجين الفلاورز هنبقى عندي فيه من الفلاورز حسب البلايز بتاعتها أو حسب الاميرجين بتاعتها طالعوا منين تمام يأما من الابيكل من الجزء القمي تمام فده بنسميها سوليطري ابيكل زي فيه فلاور مشهورة جدا اللي هي توليب تمام وطبعا لو موجودة من فوق هنا زي ما احنا شايفين كده فالستم طبعا هي موجودة في الطوب بتاعت الستم فبالتالي هتعمل للجروث فابتكروا كده الطوب بتعمل تمام فالسوليطري ابيكل تعتبر في بلانت اسمه توليب ودوت بيعمل استوب للجروث أوكي أو زي ما اتفقنا موجودة في في بتاعت الستم وقلنا ديت بتبقى زي في البيتونيا بيتونيا فلاور اللي هي الريد فلاور ديت أو الوايد فلاور هنا طلعوا من بتاعتها تمام زي البيتونيا فلاور ام 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 ممكن الفلاور نلاقي فلاور الون تمام لوحدها كده تبقى سنجل او بنلاقيها في جروب تمام فالفلاور حسب ال جروب بتاعتها او حسب فلاور فبنسميها لو كانت موجودة في جروب تمام فبنسميها الفلورسنس تمام الفلورسنس زي في البي plane وال منتي البي نبات المنت ام water قدامنا يبقى بيبقى فيها جروب من الفلاور روب من الفلاور فبنسميها انفلورسانس. اوكي? it is a group of flower on floral axis. في الصيد. floral axis. وبتبقى in various aggregations. يعني بتبقى في مجموعات متنوعة. يبقى more than one flower. بنسميها انفلورسانس. يبقى دي a group of flower. وبتبقى موجودة في الفلورال اكسز. دي معنى انفلورسانس. اوكي? لو عندي بتبقى single زي ما اتفقنا. هيبقى في يا اما single بتبقى في الكمة زي ما اتفقنا. ودي زي في ام? او زي ما اتفقنا single بس في اكسز. ودي زي في البيتونيا. وتبقى موجودة كتير قوي في. البارتس. 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 بالتأكيد شفناها قبل كده او تعرفنا عليها قبل كده في اعدادي. كان او دي بنسميها هيرمفرودايت. وقام الهيرمفرودايت دي. اللي هي بتبقى فيها الميل والفيميل. احنا لسه يرين دلوقتي ان دي هي ربطاتيب اورجنس. تمام? بالنسبة للبلانت. فالتبقى او كومبليت دي هناخد اكسامبل اللي هو الهيرمفرودايت دي بتبقى فيها الميل والفيميل. تمام? دي موجودة عند فلاورز كتيرة جدنا البلانت كتيرة زي الانين زي الابل زي البين البيتونيا. حاجات دي كلها بتبقى فيها احنا عارفنا او شفنا قبل كده لما كنا بنيجي نرسم الفلاور زمان. كنا بنيجي نرسم جزء اللي هو الريد دو. تمام? اه ده بنسيه وورل. اوكي. اه الجزء اللي بعديه او الجزء الجرين اللي قبله دو ده بنسميه وورل. اوكي. الاجزاء اللي بينها عندي هنا في الفلاور اللي هي الروفاية ديت بنسميها وورل. اوكي? فالورل ديت اللي هي المحيط الزهري. ودوة اللي بيضم اه من الفلاور. فلو جينا نبص على لها كي زي ما احنا شايفانها كده بنلاحظ ان هي ديت تعتبر يعني بتبقى بالتبادل ديت بالتبادل مع بعضها البعض. لو جينا نبص على الاول حاجة في اول حاجة اللي احنا شوفناها اللي انا قلتلكوا عليها اللي هي ديت تمام الجرين ديت بنسميها الكالكس كالكس النام بتاعتها كالكس زي ما احنا شايفين دلوقتي في الفلاور اللي قدامنا ديت الجرين ديت تمام قبل ما ندخل للفلاور دي بنسميها الكالكس ديت ازا ما اتفقنا لازم الكلور بتاعها بيبقى جرين الأساسي. وبنسميها سيبل. الواحدة بس منه اسمها سيبل. يبقى الجرين اللي احنا شايفينها قدامنا دي اللي هي كالكس. المحيط الأولين اللي احنا شايفينه ده. تمام؟ ده كالكس. ده الاوتر وال بتاعت الفلاور. ده تعتبر جرين ليفز. وبنسمي الواحدة بس منها سينجل كده بتاعتها اسمها سيبل. تمام؟ يبقى الجرين بتاعتها زي ما احنا شايفين الفلاور بتبقى في الاول. لو الفلاور بتبقى مقفولة. باللاحظ وهي مقفولة بيبقى عليها الجرين اللي قافلة على الجرين اللي جوة كلها. فالجرين ليفز ديت اللي هي يمين اللي هي الكالكس. والليفز بتاعتها الجرين اسمها السيبل الواحدة بس. دي الفانكشن بتاعتها بتاعتها بتحميها من الرين الويند تمام؟ بتحميها من حاجات كتيرة جدا زي الجفاف الامطار عشان ما تعملش دامج للليفز اللي جوة. تمام؟ الويند ما تعملش دامج برضي اللي في ان هي تشير اللي في ديت او حاجة. فبتبقى مقفولة بالكالكس او اللي احنا قلنا عليها. تمام؟ لو بصنا هنا دي اللي هي الكالكس. وعبارة عن جروب او سيبل. وعرفنا الفانكشن بتاعتها. او الانير بارتس او الانير بارتس او الويند دراب. ساكند وورل. ساكند وورل اللي عندي اللي هو كورولا. كورولا. تمام؟ اسم بتاعها يعني قريب جدا من كلمة كورولا اللي في العربيات التويتا كورولا لو نسمع عنها. فدية الكورولا دي نفتكيرها كده كورولا بتبقى كورولا كالرد. دي النكست وورل انسايد كالكس. دي النكست وورل اللي هو المحيط التاني فيها. ساكند وورل اسكولد كورولا. ودي اللي بتبقى الكالرد ليفز. كالرد ليفز. قر واي دي النكست وورل ووا الى الزال اللي او هكو تكون در اكتر من البتل. عصب ال تَي prejudice دي، بتبقى ، تؤ belts investigation with the world. المصر.綺 نتح الياه جدا اندل ، كنت أين شدك كورولاء. و hotspots يدعنا is made up of beetles made up of beetles okay this is the second world the crulla is the next world of calyx and it is composed of one or more beetles okay you'll call a second world but one leaf only is called the beetle one leaf from colored is called beetle okay this is the beetle uh طيب في حدا يسألني يقول يا مصر هي كالورد ليه ليه بيبقى الشكل ده بتاعها كالورد او ليه الكالور اللون بتاعها بيبقى في ديفرنت كالورز طبعا احنا عارفين انه فيه انسك تبتيجي عند الفلاورز عشان تاخد منها الروحيك بتاعها وتعمل حاجة اسمها بولينيشن للفلاورز ديات عشان يحصل عندها الريبرو داكشن اوكي سو بتاعتها يبقى اه انه هي اتراكت انسكت اوكي فور بولينيشن بروسس بولينيشن هنا عرفها بعد شوية اللي هي اه المو الترانس بورت او بولينغرينز فروم فلاور تو انادر فور ريبرو داكشن وداية الميل جميط عند الفلاور اوكي الحاجة التانية طبعا ان هي برضو بروتكشن بتعمل بروتكشن للفلورل سيكشوال بارتس اللي هي الاجزاء الداخلية بقى فاضل لنا عندنا احنا قلنا فيه فور وورلس اربع محيطات اللي هو الكاليكس التاني اللي هو الكورولا فالكورولا دوت هو اللي يعمل بروتكشن للورل نمبر ثري وفور اللي انا اخدها بعد شوية اللي هي السيكشوال بارتس او بلاو اوكي يبقى كورولا استو فونكشن فرست اتراج انسكت اوكي اوكي ان فور بلينيشن بروسس بروتكشن نمبر 2 فور بروتكشن دفلو سيكشوال بارتس اوه اوه فيه سمتايمز طبعا انتعارفين بيبقى الكورولا ديت لها بتبقى سنتد يعني ليه هريحة كدا تمام سنتد اوكي 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 عينيشن اندرس اوكي ي هيرانيشن the male organ of the plant الوحور وivenعندس اوكي اوكي بنتمي اوكي 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 THIS IS called androsium Androsium is the male organ that consists of numerous leaves called stamen من طبعا الرجال ففتكروها كده من الورجان لو بصينا هنا كده على الـ فلاور ديت هنلاحظ ان فيه ثن فيلامنت ثن فيلامنت كاريز في الأبكال is a part of it's called answer okay this is the uh andrisium londresium a group of stemming group of stemming this one is called the stemming and second work I mean will group there wouldn't submit and resum it is a the male organs that consist of leaves called stemming this is uh leaves of stemming uh stamen is consists of two parts filament part and an anther carries anther uh filament it carries on its apex is a metaphor of a big start together في سوالن structure بنسميه الانثر. الانثر دهت composed of four sacs أربع أكيس دي اللي كاريز للبولين greens. كاريز للبولين greens. Okay. So الاندرسيوم composed of stamens. والاستامن. One stamen is composed of filament. والفلامن كاريز للانثر. إذا ما تفعنا هي اللي فيها four sacs for pollen greens. If we look at this one, this is andresium. Andresium, this is the anther for sex. كاريز كاريز what? كاريز the pollen greens. The fourth wall or the last wall is called génesium. النجم. It is the female organ. The female organ. And it is central wall of the flower. And it consists of one or more carbels. يبقى الفلاور هنا أو Leave the title in some meha carbels. Okay. And that may be fused or remain separated and they may contain one chamber or more. بطبقة ممكن تكون together. او بطبقة separated. زي اللي احنا شايفينا كده بالضبط. ما هي? ديت اللي في center of the flower. بنسميها genetium. ودي اه ال one world ال one اه ال flower او ال one اه اللي فيها بنسميها كاربل. ممكن تكون فيها one or more كاربل. زي ما اتفقنا دي تتكون من الفيميل اورجن. زي ما اخدنا كده وعرفنا في حاجة اسمها ال ovary. this is the swollen part. طبعا احنا قلنا بتتكون من حاجة اسمها كاربلز اللي هي الواحدة بس. فانا بتكلم على واحدة بس دلوقتي اللي هي الكاربل. اه بتتكون من حاجة اسمها ال ovary. وده بيبقى swollen زي ما احنا شايفينه كده. متضخم من تحت. تمام? ويعتبر swelling base للكاربل. ودوت اللي فيه ال ovules. ال ovules اللي هي ال eggs اللي هي اللي حصلها الله. تمام? اه بعد كده فيه جزء فوق اهي بنسميه style. style طبعا دي بنتكلم على ال female organ. فبنقول ان هي style. عندها style هي. ال thin filament اللي احنا شايفينه دوت. تمام? او thin neck. اه وده بيبقى attaches مع ال ovary من تحت. و attaches مع حاجة من فوق اسمها stigma. الجزء اللي فوق دوت بنسميه stigma. الا stigma ديت تعتبر هي. اه اللي بيحصل عندها البولي نيشن ان البولين جرينز اه بتاعت الميل اللي احنا لسه الي من شوية. بتيجي stand up عليها من هنا. وبعد كده. اه بتقف عن طريق ان هي بتبقى sticky stigma. تمام? والبولين جرينز بتعمل معها او stick معها. وتبدأ تعمل. اوكي? يبقى الجيمنيسيوم كده. قلنا في ال leave الواحدة اسمها carbel. والcarbel بتكون من three parts. اه ال ovary. ال ovary. ال ovary. وده swollen part. موجود في ال base. تاعت ال carbel. وقلنا ال ovary دوت contains ال ovules. او او ال egg بتاعتها. اه number two. قلنا اللي هي style. والstyle دوت بيبقى thin neck. وبيبقى carries من فوق الاستيجما اللي هي sticky disk. طيب. اه. في ال flowers of most monocotyledium plant. زي tulip والonion كده. ال leaves of calyx are hardly differentiated from those of the crolla. and so both wallis are called. طيب. هتقول لي يا مصر احنا اتكلمنا من شوية على الحاجة اسمها الكاليكس. اوكي? والكرولة. قلنا الكاليكس اللي هي first world. لو نفتكر مع بعض. والكرولة اللي هي second world. وقلنا both of them الاثنين مع بعض. اللي هي. ال color. وال green اللي برا ديت. لو حصل ما بينهم. اه. يعني مفيش. ما بينهم. ففي الحالة دي بنسميهم مع بعض. وده بيبقى موجود عند بلانت زي. اللي احنا لسه واضينه من شوية. تمام? والonion. وده تعتبر مونوكوتيليدون. يعني السيدز بتاعتها مش قبل ان هي تنقسم. اه. دي بنسميها. طبعا first world اللي هنا is of green. زي ما شايفنا هيت. لو. لو بصينا عليها كده. هاللاحظ كده. how the seeds are produced. عايزيني نعرف السيدز بتطلع ازاي. طبعا جايب لي هنا. الفلاور هيت. والفلاور اتحولت لفروت. وانسايد ات. السيدز. سم بلانتز. دونت هف فلاورز. في بلانتز ما عندهاش. زي الكونز. زي الشجر هيت. زي بتاعت الكريسماس. دي ما عندهاش. اه. سيدز. بيبقى عندها حاجة اسمها كونز. اه. والكونز دي اللي كاريز للجزء الخارجي فيها السيد. اه. الفلاور العادية. زي ما اتفقنا. دي اللي بيبقى فيها. الجزء المنتفخ اللي تحت ده بنسميه. ودي الجرين سيبلز اللي هي او الوحدة اللي احنا قلنا عليها الكاليكس. وبعد كده الكالورد بيثلز اللي هي قلنا عليها الكورولا. وجايب لي برضو الستركتشور بتاعة الستامن. تمام؟ والستركتشور بتاع الكاربل اللي هي الثورد والفورث وور. اكي؟ ده بالسركتشور بتاعها. اه. انا بصينا كده على حصل اه اه ادي الاستامنى هيت. قلنا دي مبقى فيها الفيلمنت والانثر. وادي الانثر انسايد ات الفور ساكس كاريز للبولين جرين. بالنسبة للكاربل بنسمع كاربل او بيستل بتبقى عندها زي ما اتفعنا الاووري في البيز والاووري والستايل والستيجما دي ثري بارتس او كاربل. وزي ما اتفعنا الاووري او الايجز والستايل اللي هو النك بتاعتها وكارز للستيجما اللي بيحصل فيها البولينيش. اوكي. ده الهدف من الفيديو ده عشان نشوفه بالظبط. طب الفلاور فانكشنز زي ما اتفعنا قلنا دي الفانكشن بتاعتها تمام? ويتسبب الفلاور فانكشنز هنا اساسية في اوكي. فبالتالي لازم يكون في عندي اربع حاجات مهمة جدا. اول حاجة لازم اكون الجنيت اللي احنا بنسميها البولينجرين. لازم اكون اللي هي بنسميها الفيميل الجنيت. لازم يحصل اللي هي زي البولينيشن والفيرتلايزاشن. فبالتالي هتتكون عندي الفروتز وانسايد الفروتز في السيد. اوكي. طيب في الاول هنتكلم على الفور بارتزولات الفورميشن او بولينجرينز. عايزين نعرف ازاي بيحصل الفورميشن للبولينجرينز. طبعا لو احنا هجينا بصينا في الترانسفير سيكشن التي اس في الانثر. عند الانثر اللي احنا قلنا عليه اللي هو موجود في الستامن. تمام? الانثر داوت اللي فيه سكس للبولينجرينز. فده اتبار الانثر. هنجيب الابلانت اللي هو ليلي بلانت. ونطعه كده بالعرض في الانثر بتاعته هنشوف فيه سكس اللي بيكون فيها البولينجرينز. او الفلاور بتحصل لها development as a whole. قبل ما اكون البولينجرينز بيبقى الساكس ديت فيها large nucleated diploid cells بنسميها سبور مادر سيل. اول ما اقول مادر هي سبور او بس مادر يبقى دي diploid يعني carries double number of كرموسومز او 2N سما اتفعنا. يبقى في الاول خالص الساكس ديت السيلز بتاعتها بتبقى فيها diploid cells بنسميها سبور مادر سيلز. السبور مادر سيلز ديت بتبقى فيها الموجودة دي اللي بيحصل لها الديفيجن عشان ناخد منها او يطلع منها البولينجرينز. البوليند السبور مادر سيل ديت بتعمل ديفيجن باي فرست بالميوسيز. الميوسيز. واحنا اخدنا قبل كده ان لو عندي one cell هصل لها مايوسيز هتديني four haploid cells. طبعا سبور مادر سيلز لسه بنقول 2N. فلما يحصل لها مايوسيز ديفيجن فرست ديفيجن بيبقى مايوسيز. فبتكون four haploid cells اللي هي N اللي هي بنسميها ساعتها مايكروزبور. بنسميها مايكروزبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة. النهاردة درسي البيولوجي معكم مستر محمد سالم. النهاردة ان شاء الله هنشتغل على الريبرودكشن الفلاورينج بلانس. الفلاورينج بلانس طبعا عشان نعرف يعني ايه فلاورينج بلانس الاول. نقول ان هي دي عبارة عن جروب من السيد بلانس. السيدز ديفولوب ويد بريكارب. كل انا عرفها بس ما بنتكلمش عليها كتير. اللي هي الغلاف الثمري. غلاف الثمرة. او اشرة الثمرة. تمام. البلانس ديات اللي بتديني فلاور دي بنسميها انجيو سبيرم. انجيو سبيرم. تمام. ودي موجودة في كل الحابيتات حوالينا. والسايز بتاعها بيبقى من بلانس طبعا. وبتبقى من سمول هيربس لجاينت تريز. اه الفلاورينج بلانس ديات بتبقى فيها سبشيلايزد اورجان فالريبرودكشن. اه بنسميها الفلاور. اوكي. فاي بلانس عشان اه نفرق ما بين البلانس بيبقى فيه عنده سيدز. والسيدز بتديني البلانت. والبلانت بعد كده بيبدأ يحصل له ميتشور. ديني الفلاور. والفلاور بتتحول بعد كده لفروتز. فدي بنسميها فلاورينج بلانس. اوكي. وده نوع من انواع البلانس. اللي هي الانجيو سبيرم. بالنسبة للفلاور عشان نعرف انا بتكلم على ايه النهاردة. بتكلم على الفلاور از بيرة او طويلة. اوكي. الفلاور تعتبر شورت ستم ليها. او شورت ستم منها. اه الفلاور تعتبر موديفايد لحاجة جديدة اسمها فلاور بارتز. الفلاور بارتز. اللي هي اجزاء الفلاور. اجزاء الفلاور. اوكي. انا عندي في اي بلانت احنا عارفين ان فيه ستم. والستم بتبقى كاريز للليفز. فيه برانشز. بتطلع من الستم ديت. تمام? هذه الستم عنده هي. ودي الفرست نود اللي بيطلع منها حاجة اسمها البرانش. تمام? البرانش دوت بيبقى فيه الليفز. وفيه بقى شورت ستم اللي هي بنسميها الفلاور ستوك ديت. وديت اللي طلع منها مين? الفلاور. والفلاور تعتبر متحورة تمام? المتحورة لحاجة اسمها فلورال بارتز. اوكي. ده الشكل الرئيسي بتاع الفلاور. طيب لو عايزين نبص كده في الرسمة معنا. فيه حاجة اسمها ترمنال باد. بتبقى موجودة بفوق دي اللي بتسبب اللينت بتاع الستيم. وفيه الاكسر باد. دي اللي بتطلع لي البرانش الجديدة. او بتطلع لي الليفز الجديدة. تمام? طيب لو جينا نتكلم على الفلاور نفسها. يبقى احنا كده عارفنا ان الفلاور هي في الفلاور. وتعتبر الليفز بتاعتها بتبقى موديفايد. الفلاور في منها حسب البلايز بتاعها او هناخد الاول الفلاور حسب بتاعها. فيه فلاور بيبقى عندها. او طبعا كلنا عارفين كلمة براكت. اللي هي يعني زي كسين كده. تمام? فالبراكت هنا لو نلاحز بيبقى لو حد فيه كوشاف الفلاور العادية بيبقى فيه زي هنا جرين ليفز. اوكي. ديت الستوك بتاعت الفلاور زي ما اتفقنا. العنق بتاعتها. ودي اللي هي الكسين او الليفز الجرين ليفز اللي بتبقى ضم التو او ضم الفلورال بارتس اللي احنا قلنا عليه. يبقى البراكت دوت عبارة عن اه اه او طيب الفلاور بيديكل بنقول دلوقتي لو أنا عندي الفلاور بتبقى موجودة على الستيم أو طلع طلع من الستيم ليها ستوك زي ما احنا شايفنا كده فدي بنسميها فلاور بيديكل يعني بيبقى ليها عنق تمام اما لو كانت الفلاور موجودة على الستيم زي ما احنا شايفنا كده دي بنسميها ده البراكت هنا والفلاور سيسل سيسل يعني ملهاش عنق تمام زي العنق بتاعتنا النك بتاعتنا كده لو ليها نك او ملهاش نك لو جينا نبص ده بالنسبة للفلاور ممكن تكون لها براكت او داود براكت زي ما اتفعل فالبراكت دوت لسا يلين ان هو عبارة عن أليف ذات فورم اتس اجزيل بتكون الاجزيل بتاحها او المحور بتاحها للفلاور عادة بيبقى جرين زي ما قلتلك وساعد بيختلف من بلانت للتاني تمام يبقى البرراكت دوت للساعدين دلوقتي انه هو ليف فورم اتس اجزيل اللي بيكون الاجزيل بتاعتها المحور بتاعتها وامرجز اندفاريز في الشيب والكولر من بلانت التاني ومعظمه او اكتر البرراكت بيبقى جرين اه and it may stop